أبروح معك لدوري أبطال آسيا و دائماً ما نتكلم عن دوري أبطال آسيا أنه صراحةً يعني المفترض أن يكون كل شيء أفضل في دوري أبطال آسيا بصراحة يعني و دناً يتحسن دوري أبطال آسيا بشكل أكبر آخرت تقنية البعض والله صراحة عبد الرحمن ترى محزن جداً أن نبدأ في دور 16 على المهم هو أقل سوء دعيني نقول اليوم أن تحضر لتقنية الفيديو الآن اللي موجودة الآن في كل البطولات العالمية بالذات الآن بطولة قارية يعني مفترضة على مستوى كبير تتكلم اليوم عن الاتحاد الآسي و درحمن ترى الاتحاد التاري تتكلم بعد الفيفا ثم الاتحاد الأوروبي يعني تبدأ التحاد الآسوي الثالث القارة الآسوية تمتلك يعني دول صناعية و دول نفطية يعني تتكلم عن مملكة العربية السعودية الآن عبر الرائع البلاتيني و نيوم يعني رعاية ذهب يعني مبلغ كبير جدا للتحاد الآسوي تتكلم عن الشركات اليابانية و الكورية سنوات و يعني وهي أساسا شركات مهمة يعني مقداراتها فقط على القارة شركات معروفة نطرعنا الدنيا بدون ما أسميها عشان ما يكون مرضي إعلانات أو دعاية لها أنت تتكلم اليوم عن دول المجموعات لو نشوف في رمضان كوارث تحكيمية حدثت كانت بعضها مضحك يعني احتساب ركلات الجزاء مغير منطقية تخلق كروت لم تحتسى بحمراء نحن نتكلم عن نسخة عشرين ثانين و عشرين و عشرين و نحن نتكلم بهذا الموضوع هذا يعني كان أكبر إنجاز للتحاد الآسوي في دور المجموعات حينما نضاف لأول ست حكام اللي كان أول خلينا نقول أربع حكام اللي خلف المرميين صحيح و كانت موجودة تقنية الفارق في 2016 تقريب أو 2015 و مع ذلك ما بدأ للتحاد الآسوي الآن التقنية هذه عن طريق شركات كده توفرها يعني ما هي بها ما هي صعوبة يعني فالعموم هي الحمد لله أنا قررت في دور 16 يعني في النهاية عشان كل نادي مشارك ينصف و كلين يأخذ حقه